مرحبا معكم الدكتور راد معلم رئيس فرع العلوم الطبيعيه والبيئة في كليه تورانيم وأستاذ في هضاب زبولن بدأتحدث معاكم عن فئة مهمة جدا اسمه فئة الطيور ونتحدث عن اشي خاص فيها اللي برتبط بالحب بالمغازل والجذب عند هاي الطيور في البداية دعطيكم واحدة صغيري نحاول من خلاله نحل لغز معايا بعدين رح احدثكم عن الطيور عن هاي الفئة شو صفاتها شو ميزاتها ومعاكم نحاول نفسر الظاهرة هالي الطيور بتحب بعضها كي بتغزلوا ببعضها وبالاخر دعطيكم مهمة بالوقت اللي بيبقى تفتشوا عليشه مثير جدا في قلب الكمبيوتر السؤال اللي بدي اسألكوا اياه وبتقدروا تستعينوا في التلفون الذكي ورقوا قلم يا ترى اذا منطلع الطائل قدامنا هو طاوس في واحد عنده ذيلة طويلة وعلي ذيلة قصير اول سؤال ليه ليه يا ترى للطاوس ذيله كبير هل هذا ذيلها ولا ذيله يعني هذا ذيلة ذكر ولا ذيل الانثى ولاش كبير دخلكو بركي هاي التلفون الذكي اللي بتعدو ذكي عندو الجواب تعالوا اخذ هالدقيقتين وتفضلوا الوقت معاكو تفحصوا دقيقة نعطيكو هالدقيقة هاي هاللي تحاولوا من خلاله تفتشوا انتو تطلعوا بتقدروا تفحصوا يا ترى حدا منكو بهالدقيقة عم بفتش مين ذكر ولا انثى شو ذكر ولا انثى في حد عندو سمعته جوجل بقول له هذا انثى اشكله ولا ذكر بقول ذكر انا بعتقد جوجل اللي كاتب انو هذا هو الذكر هو الصح وانا متأكد انو رح نحكي عن هذا بشكل متعمق عمليا اللي منكو لاحق يكتب عن الطاقوس وبقلب جوجل اكيد رح يطلع شكل الذكر اللي عندو هذا الريش وهذا الذيل الكبير وطبعا السؤال رح نحاول نفهموا ليه الان كل الكائنات الحي ومنها كمان الطيور رح نربط عملية الجمال بالتكاثر لانو التكاثر هي عملية بيولوجيمة عملية اللي بتضمن الاستمرارية عملية بتضمن البقاء عملية اللي بدونها انتو ما جيتوش تماما اذا البابا والماما تكاثروا جيتوا انتو ولذلك هاي العملية الى دور كبير بس تعالوا في البداية نتعرف على مين هذا الطائر الجميل شو مميزاته هذا هو البلشون والطيور هي فئة تتبع لشعبي زينا نفس الشعبي كلنا عنا فقرات بظهرنا عشانك بيسموها شعبة الفقريات والطيور تشبهنا بصفتين كتير كتير مهمات درجة حراري الجسمها ثابت زينا وهي تاب على الفقريات وعمليا الطيور عندها في اجريها اشياء بذكرها من مين تطورت هي تطورت من الزواحف والزواحف زي التمساح عنده على جلده حراشف وعمليا بساق الجاجة تطلع على الاجريم تماما موجودة هاي هذا بقول انه اصل الطيور هي الزواحف ومن الزواحف تطورت الطيور والشغل الثاني اللي قلناها انه بتحفظ على درجة حرارة واحده من الاسباب الرئيسيه انه عندها جسمها ريش والريش كتير كتير مهم لانه بعزلها عن البيئة والريش خفيف فبيسمحها لها كمان الطير والريش اللي ملون بخليها تتواصل الريش انتو بتعرفوه من البيت يمكن فيه اشي بتستعملوه كتير في البيت ومليان ريش مين يا طرأ منكو ذاكر بالذات تستعملوه بالليل بالشتة واو بجنن كمان بالصيف هو الحاف الغطاء اللي بنتغطى فيه قسم كتير مليون بعملوه من الريش او بسموه البوخ فعمليا ليش لانه عازل لانه بعزل منيح وعمليا الطيور مش بس عنده ريش خفيف وحلو وملون اعظامها اللي اكل منكو جاجي بيعرف انه عظام الجاجي سال تكسرها ليش طلوا عليها لانه بجهة الشمال بتشوفوا العظمة فارغة بينما عظمة الانسان بجهة الشمال ملياني وعظمة الطائر من جهة الامين زي السقر هي عمليا فارغة اذا عظمتنا ملياني عشانك ثقيل زي الماعز والبقر العظم عندن مليان كيلس وكالسيوم بينما عظمة الطائر فارغة وعظمتها فارغة بيسمحها لانه الطير بكون اخف ولكن مش اقل قوة لان كل الطيور اللي بتطير وبالذات اللي بتهاجر احنا عندنا ريئتين زي ما عنده بس تطلع وشوفي عنده كمان عنده اكياسة وايه هالاكياسة وايه بيسمحها لها الطير بيكون اخف اذا الريش خفيف عنده جنحان زي ما انتم شايفين عشان تقدر ترفرف تتخدم وعنده عظم فارغ واذا بتطلع حتى عنده منقار ما عنده اسنان لانه الاسنان والفكين ثقال فمع التطور تغيروا وصاروا منقار لانه المنقار خفيف وفيش حاجه لفكين قالوا انه عظم وثقل ووزن وعمليا الطيور اذا هي فئه اللي بتقدر تطير عنده ريش وبتتكاثر عن طريق البيض توضع بيض زي الزواحف وعمليا اتكيفت البيئة في مناطق عديدة على الكرة الارضيه بتقدر تطير يعني بتقدر تتنقل وهذا بيسمحها لانه يكون منتشري الان واحده من الصفات اللي بده تركز فيه هلا هي قصه الاتصال بين الطيور يعني المغازلة والجذب لانه المغازلة والجذب هي طريقة هاللي فيها الكهن الحي الذكر او الانثى بيحكي مع ذكر او انثى ذكر بيحكي مع الانثى الانثى بتحكي مع الذكر عشان يتزاوجوا يختاروا بعض ويغضروا يكونوا مستعدين يتزاوجوا ويتكاثروا اذا هي طريقة مهم جدا وعند الطيور بتاخد وزن كبير والعالم كتير كتير بيهتم فيها ليش؟ لانه الطيور ما بتحكي زيناء بتقدر تغرد يمكن عشان تقدر تتكاثر الطيور بدي تحكي مع بعضها بش مش زيناء المعلومات اللي بنقلوها لبعض هي اما الرقص اما الاسوات وبالذات هون منيح منيح تسمعوا الذكر بده يحاول يقنع الانثى يعني اللي بيختار هون مش الذكر الانثى اللي بتختار والانثى لازم تقتنع انه الذكر هالقط قوي وبيغضر يربي الاصغار عشان يك الذكر لازم يكون حلو كتير يعني اغلب الطيور الجميلة والمزاركشة هي ذكر ولما بعرض لها جماله يعني الالوان الملونة شو بقولها بقولها انه انا طلع الريش اللي عندي كتير صحة انا جميل يعني انا سليم وبعدين عشان تقتنع برقص لها رقصه بقولها خذيني يعني انا متأكد انه اولادنا بغضر اربيه لك ايانه بغضر احميهن تماما هذا اللي احنا بنعرفه وعشان كذا الاتصال اخذ عدة ابحاث علمية عدة تطورات في كتير طيور اتطور عند الاتصال مش بس باللون انما اتصال سمعي وببدو يغرده وببدو يغنه التغريد يعني الحكي فمين ذكر ممكن يغني للانثى غناي ممكن تمر له عند الدقائق عشان الغنى بقول انه يانا بغضر اطلع صوت قوي وانا عندي مقدرة انه مش بس الصيح واغني لك واقول لك انا حلو وتعالي لعندي كمان بقول له انه انا قوي اي واحد بيجي حتى مسعدي وكلني انا مسعدي اتحمل لانه انا عم بصيح مش قاعد وهدي عمليا الاتصال للسمع عن طريق الاصوات هو اشاره للحب والحنان والقوه وهذا العمليا ازداد واتطور وفي بعض الاحيان مش بس الصوت بتطلع بالصوره وشايفين هذا الاسود مع ثم الابيض مع العيون البيض هذا طبعا الانثى ولا الذكر اه تماما هذا والذكر بده ينطه يرقصه يدك وهي المسكين الانثى بتطلع 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 بعين الهمين عين الشمال حلو مش حلو اه شكله كتير حلو يلا بتجوزك يعني بغضر ابني معاك عيلي تماما هذا اللي بصير وعمليا الانثى بتنتقي كل ما هو كان الالوان متناقضة الاسود والابيض برزين وعيونه البيض كل ما عجبه اكتر هذا الريش بمثل الصحة انه سليم والرقص هذا بقول انه بكشف حاله عنده قوه وطبعا هذا الاتصال البصل النظر له دور كبير في طيور ما بتقدر تغني ولا ترقص بشكل بسيط ولا الوانه اسود وبيض في طيور ترقص رقصه غير شكل حتى الانسان تبنى الرقصة هاي رقصة الفلامينجو من اجت فكرة رقصة الفلامينجو من طار الفلامينجو واذا بتطلعوا بحرك منقارب طريقة رائعة وبيزاوي معينه عشان يشوفوا بعض يحكوا مع بعض يتحشروا في بعض ينتخبوا بعض لما هني بلغين بفترة البلوغ وعمليا رقصة الفلامينجو تاخذ طابع كتير مميز لما بنحكي على طار اسمه غريبس وهذا نسجل ونصور اسمه لانه بده اطلب منكو في اخر اللقاء تكتبو غريبس وبقلب يوتيوب وراح تشوفوا يطلع منه كتير كتير افلام لانه رقصته مش طبيعيه الذكر والانثى بتغزله في بعض بيشوفوا بعض وبقرروا يرقضوا مع بعض على سطح البحر وبرقصه جميله رائعه بتجنن اذا هذا الطائر مستعد يرقص كتير هون الانثى بترقصه وكمان برقص زيه عشان يتبتل انه هو رقيص وعمليا فقط الانثى بتختار الذكر البرقص مع الرقصه الحلوه في الحولي عنا واللي بيجنكو بطلع اسه على الحولي لما الطيور بتعيد بتعود من افريقيا لاوروبا فترة الهاجره في خط طائر كبير 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 اسمه طائر الكوركي وهذا الطائر له جناح كبير اجرين اطوان وعمليا بلعب دور كبير في عملية التكاثر منشوف رقصه برقص الطائر رقصه غير شكل بنطه وعمليا بيخفزوه والذكر بدي تعب كتير عشان يقول للانثى تطلعوا شوفوني محلاني وعمليا التزاوج عندن بيصير طبعا بعد الرقصه وبعد ما الانثى تختار الذكر شوفوا قدي دور الانثى في اختيار الذكر الذكر عمليا في نهاية الامر رح يبدل الجهد كبير ومن هون بالطاقوس على اللي حكيناه شكله هذا الذيل الكبير والطويل والمزرقش والحلو هو ذيل مين انت ولا الذكر نزلكوا الاسيمون الذكر الانثى ولا كأنه معها حاجة تطلعوا بتنتقد الذكر بشد حاله وبفرش جناحه وبرقص وبنطه بيطلع وهي بتتمشى بتقول اه الالوان شكله حلوي معناته انت سليم برقص شوي نط شوي بنط مجبوري نط عالي عشان يخطنع الانثى انه عنده طاقة قوية ربي الصغار علماء كثير راقبوا هاي الظاهرة شافوا ليش الذكوره قد حلوي ليش القد بتثقل على نفسها تعمل عبئ بتعيق حركتها حتى ايجا البروفيسور اموت زهافي من جامعة الابيب سنة الخمسة السبعين اعطى نظريه كتير رائعة اسمه الكاروناخ بذاب العبراني او قاعدة التعويق او التثقيل على النفس هاللي فيها انه دير الطاقوس ما بالصدفة انه كبير ليش هو مثال كلاسي على اشي مهم جدا الضقر بقول للانثى انا مستعد اتقلم على انا مستعد اثقل على نفسي انا مستعد انط فوق وتحت ومع ذلك كبير عشان اقولك قديع انه انا جوت كبيري عشان اقولك انه انا بفضل انه الصغار يكونوا مني عشان اضمن استمراريتي هاي الفرضيه هاللي قادت الاهتمام كتير بالعالم من بروفصور امود سهافي واحد مني معالميني اعطى النظرية انه عمليا انه الحيوانات الاصلح الناشحة اكتر اللي بتمرر انه جودته احسن عمليا لازم تثقل على حالها عشان تقنع الانثى هذا المبدأ التثقيل او التعويق هاللي ببرز جوتي لانه اللون قولنا انتبع الريش بقول الصحة النط العالي بقول قديع عندي عضلات وعنده قوة يعني انا بغضل اهتم بالبيض وبالصغار وعمليا هاي الظاهرة انه الطيور الذكور جميلة اكتر حلوة اكتر ترخص اكتر بتعيقها نفسها اكتر عشان تقنع الانثى انا ملائم انا جناتي رائعة ولذلك هذا الديل مش كل السنه هذا بالاس بتطور في فترة الخطوبة ويمكن لما منيجي نطلع ببلادنا بفترة الهجرة لما الطيور بتيجي من اوروبا الى افريقيا بتمر فوق بلادنا قسم كبير منه هو بالطريق ما وحن قال هيك هيك احنا طلعين الافريقيا تعطى نرخص ونخطب بس عشان يخطبوا بعض بيتعرفوا بعض عشان يك بنشوفوا بطريق ببلادنا بيقعدوا قسم كتير من الطيور زي الكركي وطيور كتير اخرى عمليا والبط انواع رائع من البط بيبدو يتعرفوا على بعض بالطريق وبيخطبوا على بعض فهي موسم الخطوبة كمان نفس الشي عند الطاوس فترة الربيع هي الخطوبة فعمليا صحة الذكر قوته عمليا بتقول للانثى انا عندي الوان رائعة صحتي ممتازة بنتج كل المواد عشان يك الوان الرش هلوي ذلك بير انا بعرض حالي للخطر انا مستعد اعرض حالي للخطر بس عمليا انا اذا كسبتك وانت كسبتيني منظر مرر صفاتنا الوراثيه هاي الظاهرة مثيري ومهمي جدا عشان نيني اعطيكو لغزة تحاول فتشو علي بالانترنت نلخص ونقول انه الطيور هي فئه تابع للفقريات عنده مميزات خاص هالريش هاللي هو عزل هاللي هو تواصل بتحافظ على درجة حرارة جسمه بتتكاثر عن طريق البيض والتواصل عند الطيور ما بيحكوا زينا برقصه بغنه وعمليا الغزل هو هدفه انه انتقاء شرك الحياة تمرير الصفات الوراثيه للجيل اللي بعده وعمليا الظكر هو اللي بدي تعب هو اللي بدي اقنع الانثى هو اللي بدي ارقص يا طرى الذكور هني كلهم تواص اسألوا حالكم انا شايف اليوم بصورة انقلبت عند الانسان اللي بيحط المكياج واللي بيتجمل والمناكير اكتر انصبايا يعني عمليا في سؤال مثير جدا اللي انا اطلبوا منكم تفتشوا عليه يا طرى هل الانثى في لبسها في تسريحة الشعر في المكياج هدفه زي ذكر الطاقوس برك تفتشوا بالانترنت وتفحصوا ليش الصبايا بيحبوا يلبسوا اواع كتير يتمكيجوا كتير هل يطرى دور عند الانسان زي عند الطاقوس بس الطاقوس الذكر البتعب وهون الانثى سؤال مثير بركب الانترنت بتلاخوه هلا كمان اشي الا انا دعو الكو ايام يحتفحصوه في عملية التزاوج عند الطيور مش بس قلنا الرقص والالوان في اصوات الذكور قلنا بتغني بتغني للاناث بتطع اصوات كتير وانا طلعت منكم بتفوتوا على الجوجل وعلى اليوتيوب غاد تكتبوا تزاوج الطيور وراح تشوفوا والغزل عند الطيور رائع الوان كتير واصوات كتير وافلام كتير عن تكاثر بنات مداد لديفيد اتنبورغ في برامجه الرائعة عن بيرد أوف باراديس يعني طيور جنة عدن انت بتكتبوا طيور جنة عدن راح تلاقوا كتير كتير امثلة انا بدأ اسأل مين هو الحيوان اللي من الثديات بقعد يغني ثلاث ارباع الساعة للانثة عشان الانثة تختاروا في ثدي ومش الانسان بيغني ثلاث ارباع الساعة عشان الانثة تنتقيه يعني في حيوانات من الثديات عند نفس الاستراتيجية عشان تصلوا لهذا الجواب بل ننفتش ننفتش ان كان في الحقيبة الرقمية في مطاع في غد مركز للمعلومات عن الحيوانات او مجلات علمية زي العلوم لا العلوم بالمرام او مجلات زي الناتشر ويا طرى مين هو هذا الثدي اللي ثلاث ارباع الساعة بيغني عشان الانثة تختاروا يمكن منها بتفهموا كمان وبتشتقوا ليش عمليا بعمل هذا الاشي وتنسوه شو حياتكو تقولوا لنا ليه مش الشاب اللي بتتمكيج انما الانثة انا بدأ بشكركو كتير وانا متاكد انو احاولت اثير اهتمامكو ونشوف التفاوض في الطبيعة وانا متاكد انو رح نلتقي بلقاءات تاني وبالوقت اللي بقي تعالوا حاولوا فتشو واسهلوا للجواب هاللي بالاخر تعلموا معلمينكو تعلموا اخوتكو وبديتوا تفهموا اهمية الغزل واهمية المكياج السؤال شو بيعمل الشباب الى اللقاء